طيب ابتدي معاك كلامة عن مطش بكرة فرقة في الطلاع بتشوفها ازاي الاول يمكن بس يوني اعمل فرقة كويسة ويعني عارف هو في حدود امكانيات اللعيبة اللي موجودة وفي حدود امكانيات ناديه هو عايز ياخد حتة معانا ويتواجد في المكان الدافئ في الجدول انا ايا كانت لسه بتقول اسوز احمد ايا كان الاسم حيحقق من الاربعة الاوائل عشان يخش مربع او هينتشن نفسه من الهبوط للتلاتة او الاربعة فرقة اللي تحت مليش دعوا بحد انا عندي التلاتة بونت يخلصوا اداء كنا نقول الاول اداء شكل جمالي وسكور لا دلوقتي بنقول اداء بتلاتة بونت ايا كان الشكل تمام انت منتفق بقى مع تصريحات مستر المسلماني قالك انا اللعبة في الاربعة مطشط والله ما اريت حاجة ما اسمعتش حاجة ولا اريت حاجة انا مش عايز غير حاجة واحدة بس اتناشر بونت اتناشر بونت يخلصوا ازاي بجون كرة تقبط فوندفع وتطلع كورنا انت تسمى زي ما بنلعب في الشركات بربع كون مليش دعوا بالكلام ده اخد التلاتة بونت بتاع كل مباراة عند اربع مباراة با اتناشر انا ماشي في طريقي بدون اي تعصر مش عايز حاجة تاني هم انا مليش دعوا مش عايز ابص على حد خليهم تملي هم اللي يبصوا علي خلي الدفع ييجي مني انا مش الدفع ييجي منهم هم لي انا شغال الاربع مباريات بالاثناشر بونت سيب بقى لقاقية اخر لحظة التدوج ده هيبقى شكله ازاي الفرقة اللي عندها دافع سواء كان انها هتحقق مركز متقدم يعني خلاص طبعا الفرقة اللي هتشارك في افريقيا تحددت وخلاص ما بقاش ده دافع في حد ذاته لكن اصده اقول الفرقة مثلا اللي عايزة تهرب من قاع الجدول تهرب من الهبوط عندها دافع انها تلعب وعندها دافع انها ما تخسرش وعندها دوافع تخليها تلعب كور كل الدوافع دي تحترم لا لا مش ضد بالعكس لا تحترم كل واحد من حقه يبحث على انه يحقق كل واحد عنده طموحي حقق ذاته اه 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 انا طموحي اكسب مليش دعوة بكل البداية حولايا الفرقة اللي في النص دي الهادية دي اللي ما عندهاش حاجة بتلعب عليها عندهاش حاجة تخسرها في اوقات برضو يعني انتعرف فكرة هدول اعصاب دي كابتر طبعا مهمة جدا في منتالة اهمية طبعا انا بتهدي ده عبق على لعبة الاهل يعني انك انت نازل وعارف ان ما عندكش بديل عن التلاتة نقط التلاتة نقط ده في حد ذاته عبق نفسي وعصبي كبير جدا على لعبة النادي الاهل ازاي يبتدوا هم مش متنشنين مش يعني في حالة ريلاكسيشن عشان يقدروا يلعبوا كوريتهم ويطلعوا لعندهم ويجيبوا التلاتة بونط في النهاية هم تلات حاجات تركيز واعتقد ان المسلم المسلمين الفترة اللي فاتت ما داش فترة طرحة خالص ايه اشتغل على طول تركيزك روح فلنة الحمرة النتيجة والاداء هيجوا الاتنين الاولين دي المهمين قوي تركيزي روح لعيبة النادل الاهلي النتيجة هتيجي هتيجي ما فيهاش ما فيهاش رابع ما فيهاش ما فيهاش رابع ما فيهاش نقاش بالنسبة لك خلاص انت بتتكلم اول حاجة انا مركز عشان اخد من المباراة التلاتة بونط روحي عشان احقق التلاتة بونط مرتبطين ببعض اه انت اللي عودتني انا كنت في يوم الايام لعيب دولوقتي انا موجود دولوقتي متفرج عارف انك هتجيب جون في اي وقت عارف انك هتحقق المعادلة الصحبة وتعمل سكور عارف انك هتحقق ال 12 بنط باذن الله عارف انك عودتني ان البطولات ما بتخرجش برك انا النادل الاهلي عودتني ان ده 5 سنوارة بعد وان شاء الله تبقى الستة عودتني انك جتلي العشرة عودتني ان انا صفرتني كاس عالم وحققت برنزية وحققت تاني عودتني خدت الصبر الافريقي عودتني ان انا هلعب وعا usoبر المصري عودتني إنا هلعب صفر أفريكي تاني صفر أفريكي تالت كل دوت انت كل دوت انت اللعيبة مجلس دارة الله يكون في عونه وأمثله في كابت محمود الخطيب الله يكون في عونه اللي هو عمله في كل الفترة اللي فات شال حمل محدش يتحمله أبدا حلو قوي أنا وفرت لك كل ده عندك مدرب أي شيء بيحصل جوه النادي بيقول لك ما تيجي تكلمني أي أن كان اللي بيغلط أنا بتعلم وبمارس مع لعيبتي وبتعود وبقرب وجهات النظر بيني وبين لعيبتي عشان كان النادي الأهلي اللي أنا حققت معاه البطولات اللي عمرها ما هتتحقق مع أي اسم مدير فني في الفترة البسيطة دي قلنا في وجود حضرتك في برنامجك مستر موسيماني محظوظ بالأرقام كل ده كان شغاله وبيكسب هل هو ده عصة سحرية ولا ده اجتهاد ترجمة الشغل اللي هو عملها دي جزء بسيط بيت ألف محاضرة وتمانين في المئة اللي عيبة بتنفس ومجلس إدارة بيوفر لك المناخ اللي يحصل فيه ده كله اللي عيبة فيه ده كل حاجة عارف ما تعمل اللي عليك لغاية آخر لحظة واقول لك بعد الشر ومش هتيحصل افتكر برضو انا معك هوا في البرنامج هارض لك معلش مش أصدق خلاص انا عارف انك انت عملت اللي عليك بس بإذن الله هقولك انت بس دخلتني في ضغط شوية وكانوا اربعة كانوا قبل كده تمانية وتسعة ممكن تسعة تمانية بونت وسبعة بونت معلش احنا ترجعنا شوية حتى لما تساوت النقاط كانت الأفضلية لك يعني حتى مع تفريتك في العدد النقاط دي كانت الأفضلية لك سواء بالمواجهات المباشرة او سواء بفرق الاهداف حديك مثلا بسيط قوي احنا منتظرين ناتجة السنوية العامة بنقول ان السنوية العامة دي انا بقالي سنين كنت موجود معاك في نفس السنة اما انت في اي لحظة ومش هيحصل انك تحقق ناتجة في السنوية العامة انت بتكلمني وانا بكرس طب انا خلصت من بدري انحنا كنا مع بعض ماشي 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 ماتفين يا كمت العمره ماتفين مش مختلفين طبعا بس الأهلي انا زي كنت بقول فأنا ما عنديش شك فيه انه تسعة وتسعين في المائم الأهلوية عندهم ثقة انه الدوري ان شاء الله بإذن الله هيتحسن في اللحظات الأخيرة ونتدوري بإذن الله في الجزيرة الثقة دي من كل نحن العيبة وبعدين بيننا مدربين وبعدين قاعدين في بيوتنا بنتفرج أنت اللي عودت على مدار السنين دي كلها مش أيام جيلنا ولا جيل الحالة ولا جيل المقبل بقالها سنين أنك أنت ما بتمفعش غير تبقى الأول ما مينفعش غير بتبقى البطل ما مينفعش غير أنك أنت يتم تتويجك والأهم أنك تستحق تكون في المكان دي بس خلاص